جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياه مطالبة الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي بإلزام إيران على التعاهد بعدم تجاوز الخطوط الحمراء فيما يتعلق ببرنامجها النووي معربا عن مخاوفه من تمكن طهران من صنع سلاح النووي في فترة وجيزة أظن أن الإيرانيين يقتربون تدريجيا من صنع سلاح النووي ففي غضون الستة أشهر المقبلة سيكملون بنسبة 90% عملية تخصيب اليورانيوم اللازمة لصنع قنبلة نووية يجب تحديد خط أحمر قبل فوات الأوان يحدث هذا في الوقت الذي استبعد فيه رئيس الهيئة الأمنية في وزارة الدفاع الإسرائيلية عاموس جلعاد شن بلاده لهجمة عسكرية على إيران في المستقبل القريب وكانت الوكلة الدولية للطاقة الذرية قد عبرت الخميس الفارط عن مخاوفها بشأن التزام طهران بتعهداتها في مجال برنامجها النووي وطالبتها بسماح لها بتفقد منشآت يعتقد أنها تحتوي على رؤوس حربية نووية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر